في الوقت جي معدنا مع الأخبار اللي هتحسن النهارده بإذن الله ومن هذه الأخبار إنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حينظم الملتقى الفقهي التالت بعنوان الفتوى ودورها في مواجهة الإلحاد النهارده أيضا يعني يوم آخر فيه التقديم لمسابقة معن اللي بتنظمها وزارة التعليم العالي وكمان النهارده مرش المصري ونادي المقاولين العرب في ختام الجولة التمنى في دوري المصري هنشوف مع حضرتكم تفاصيل كتير من خلال هذا التقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهارده فمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية هينظم الملتقى الفقهي التالت بعنوان الفتوى ودورها في مواجهة الإلحاد وده هيكون الساعة عشر ونص الصبح بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر الملتقى هيناقش منهجية الفتوى في تفنيد شبهات الإلحاد وآليات تأهيل المفتين في العلوم الإسلامية والإنسانية والطبيعية وجهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مواجهة الإلحاد النهارده وزارة التعليم العالي هتغلق باب التقدم لمسابقة معن اللي بتستهدف إنتاج فيديو قصير لا تزيد مدته عن دقيقة وحدة يساعد نشره في مواجهة الأفكار الهدامة وده فضوء مواجهة الأفكار غير السوية اللي بتتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والمورثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري النهارده هيصل كوكب عطارد إلى استطالته العزمة الشرقية بزاوية عشرين درجة من الشمس وهتكون الأمسيات في غضون أسبوع تقريبا من هذه الليلة هي أفضل الفرص لمشاهدة الكوكب بالعين المجردة في سماء مصر والوطن العربي النهارده والعشاء الدوري المصري موعدهم مع ختام الجولة رقم 8 بمباراة قوية تجمع ما بين نادي المصري ونادي المؤولين العرب الساعة خمسة المغرب اشتركوا في القناة